اشتركوا في القناة في التصدي لجائحة كورونا ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه لشكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولعهدنا الأمين رئيس مجلس الوزراء على جهوده الكبيرة والمتواصلة في إدارة الأزمة الصحية الطارئة الذي يشرف حتى هذه اللحظة على كفة تفاصيلها وبتنفيذ متميز لفريق البحرين بجميع كوادرة والذين نكن لهم بدورنا كل امتنان واعتزاز نظير خدماتهم المشرفة التي ستذكرها لهم بلادنا على الدواء هو شكر ملكي مغلف بالعرفان والتقدير الكبيرين لتلك الجهود والمساعي العظيمة التي لم يبخل في بذلها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مواجهة جائحة كورونا وإدارته الجديرة التي أصبحت أنموذجاً عملياً يدرس للأزمة الصحية التي شهدتها البحرين منذ اللحظات الأولى وما زالت تشهدها ولكن باحتواء أكبر منذ قبل حتى استطاعت المملكة تجاوز المراحل الخطيرة من حيث عدد الإصابات والوفيات التي تسبب بها الفيروس لتسير بخطا ثابتة واثقة نحو استقرار الوضع الوبائي فيها ومكوثها في محيط المستوى الأخضر وذلك لم يكن لو لا عظيم الاستجابة المجتمعية التي أبداها ويبديها المواطنون والمقيمون على حد سواء في التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية التي لطالما حث على اتباعها فريق البحرين نصرة للمجهودات النبيلة التي يقوم بها أبطال الصفوف الأمامية من أطباء وممرضين ومتطوعين ممن أخذوا على عاتقهم تحمل المسئولية الوطنية المتمثلة بمجابهة وباء كورونا والتصدي له وإبطال مبتغاه في التوسع والتمدد بين صفوف القاطنين داخل المجتمع البحريني النجاح الكبير الذي ما زال يحصده فريق البحرين تسانده منظومة صحية علاجية من كوادر بشرية مدربة إلى جانب أحدث التجهيزات التي تضمها منشآت صحية عصرية ومتكاملة ساهمت في التخفيف من حدة التحديات الصحية التي جلبها الوباء الأمر الذي نتج عنه إحداث توازن بين الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والجماعات وبين استدامة المسيرة التنموية في ظل سياسة متوازنة مبنية على معايير مدروسة بالتفاهم مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا رعاية صحية مجانية للمواطنين والمقيمين كافة لقاحات للجميع دون مقابل علاج مستمر فحوصات منتظمة وعشوائية كلها عوامل قادت وبشكل ملحوظ نحو تحقيق التقدم المطلوب في الحد من خطورة جائحة كورونا وحماية الوطن باتجاهاته الأربعة من انعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتكون البحرين في مقدمة الدول التي ضربت أروع الأمثلة في العزم والجهد المتواصل صوبى تحقيق الأهداف المرجوة للإبقاء على جسد المملكة سالما معافا وبالشكل الذي يريده جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لتلفزيون البحرين محمد رشيد